اشتركوا في القناة وحكم هذه الأحزاب الطائفية الأحزاب الفاسدة والقوى الفاسدة والعملية السياسية التي أرهقت العراق وأفسدت في العراق ودمرت العراق حقيقة لعل واحد من أبرد صورها وأكثرها بشاعح هي صورة الفقر صورة الفقر الذي حل بالعراقيين ومع مرور الأيام منذ عام 2003 إلى حد الآن كانت خارطة الفقر تتسع كان عدد الفقراء يزداد كان عدد المسحوقين يزداد كان عدد الذين تحت خط الفقر يزداد حتى بدنا نتحدث وبات التقارير والإحصاءات تتحدث عن 13 مليون عراقي تحت خط الفقر هؤلاء ربما واردهم اليومي واردهم الشهري لا يزد عن 3000 3000 دينار عراقي وتحدثنا في حلقات سابقة ربما هذا ما تحدث به البنك الدولي وقال إنه 13 مليون عراقي يعني دخلهم الشهري لا يزد عن 3 دولار أقل من 3 دولارات وبالتالي أنت تحسب أقل من دولارين تحدث عن أقل من دولارين وبالتالي أنت تحسب هذا المبلغ يعني لا يساوي أقل من 3-3 دينار عراقي وأنت تعلم كل العراقيين يعلمون أنه استكان الشاي هذا الذي نشربه كنا تحدثنا في ذلك أكثر من مرة استكان الشاي الذي يشربونه العراقيين ب1000 دينار يعني أي أي سيارة يركبها المواطن العراقي وسيلة للنقل من مكان إلى مكان هذه الوسيلة الجماهيرية السيارات التي تحمل 20 راكب أو أكثر أو 30 راكب أو أكثر لا تقل عن 500 دينار سعر التوصيلة فكيف يعيش المواطن بهذا المبلغ يعني الكارثة كبيرة الحقيقة ويعني مساوية أو ملاسقة أو يعني كانت تسير بخط موازي لها هي البطالة يعني كانت تسير مع الفقر بخط موازي خطين يتصاعدا ويكبرا وخط غريب عجيب ببطالة مستوى المعيش انقفض بشكل كبير جدا جدا المواطن لا يستطيع أن يعيش الفقراء يأكلون من المزابل والأغنياء صار بهم شاسع بين طبقة قليلة جدا من الأغنياء المترفيين بجنون وبين طبقة واسعة من العراقيين فقراء بجنون هذه كارثة كبيرة مع كل هذه الأموال والشعب العراقي يعاني وهذه الحكومات وهذه القوة التي تعمل بالعملية السياسية لا يعنيها شيئا آخر شيء يعني الحكومة قررت حكومة مصطفى الكاظمي واصدرت قرارا كأنها يعني تتفضل على العراقيين أنه راح نعطي مئة ألف دينار لكل موظف وكل متقاعد وكل الرعاية الاجتماعية ماذا يعني هذا المبلغ؟ مئة ألف دينار يعني ثمانية وستين بحدود ثمانية وستين دولار إذا كانت العائلة اللي يعيلها الموظف أو المتقاعد أو أب الرعاية الاجتماعية أو المرأة التي في الرعاية الاجتماعية من خمس أفراد معنى ذلك أنه نسبة كل فرد حصة كل فرد من هذا المبلغ 13 دولار فارزة ستة بالعشرة وستين بانس يعني من شهريا عني أما يوميا فحصة كل فرد لا تزيد عن خمسة واربعين بانس يعني الحكومة خلي هي العاقلة التفت هنا من اللي تقول نحن وطنية وكل هذه القوى التي بالعملية السياسية خلي حسبوها وشوفوه شون المواطن يقدر يعيش بهذا المبلغ شي سوي لهذا المبلغ؟ تحكون على الناس الناس تحتاج إلى حياة كاملة إلى سكن لدينا بالعشوائيات يعيشون أكثر من أربع ملايين عراق أكثر حبما خمسة ملايين ستملايين يستحدث عن أسباب ملايين عراقية للعشوائية اناس بدلا سكن غالبية العراقية ليس لديهم سكن نواعج ازعوا له المراضي وثatas السكنية وماذا يرغبونacia بسماحهم وماذا نختار كاينش أحاسد عن هذه الأرض السكنية وعين السف pergi الظلم وين الصرف الصحي وين الشوارع وين المدارس وين مستشفيات وين كهرباء هذه المدن المتوفرة ولالغ �ول أتيتو panaoun المناطق القديمة متوفرة شو توفروا هذه المناطق الجديدة هذه الكذبة الكبيرة كل البناء التحتية دمرت مصانع دمرت المزارع دمرت فبالتالي أنتم أمام كارثة كبيرة والعراق استورد والله هذه البعض يبررها يطلع عندنا واحد بالمالية وزير ومعرف منه ومسؤول هذه زيادة السلاع العالمية هذه الزيادات عالمية ارتفاع عالمي بالإسعار نعم وماذا يعني؟ أنتوا بلد غني الشعب العراقي يعني كل شعوب الدنيا تدخر أموال وتدخر تدخر مواد غذائية وتدخر حصص وتدخر كل شيء تساعد بها المواطن الناس مرت بكورونا ودول كاملة استطاعت أن توقف المواطن والمؤسسات والشركات والأعمال على رجليها بالمساعدات أعطت مليارات الدولارات لهذا المال كي تقف على رجليها تبقى مستمرة بالحياة ويبقى المواطن مخدوب هذا المواطن هذه وظيفة للحكومات أن تخدم المواطن خادم المواطن متلم فلوس حتى تصرفها على الأحزاب والقوى السياسية حتى يشبعونه حتى تزداد تكبر كروشهم ويزداد نهبهم وتزداد أرصدتهم بالخارج وبناياتهم ويملكونه مؤسساتهم هذا واقع الحال واقع الحال مزري حقيقة رمضان قادم والناس في حيرة لا يستطيعون أن يعملوا شيئا تصربون المدارس عالي جدا جدا وزارة التخطيط تقول أنه 25% من العراقيين من الفقراء و14% فقط العاطنين العامل هذا الكلب ما انجتونها أنتم لا تعرفون ووزير التخطيط اعترف قال لا أنا عرف عدد الموظفين في الدولة أنتم revisada وزارة المالية وزان المالية اعترفتم قلتم لا أنا يعرف عدد الموظفين في الدولة إذا كنتم لا تعرفون عدد الموظفين في الدولة اللي تطوم رواتب وتبنون خطتكم مفروض على أساسهم لا تعرفون عدد الفقراء في العراق وتقيسون نسبة هل قدر لا تعرفون الشيء النسبة أكبر من هذا الشعب العراقي غالبيت من الفقراء وما تحت خط الفقر هذه كارثة كبيرة والعاطلين العمل كارثة والشعب يعني الدولة يعني انتهت حقيقة هذا واقع الحال هذا واقع واقع الحياة يعني أسعار السلعي اللي تحدثوا عنها ربما تقرير كان يتحدث عن أسعار السلعي يقول أنه وهو تقرير حكومي من هذه الحكومة يقول أنه 330 سلعة وخدمه من جميع التي يعني إلها علاقة بالمواطن بشكل 88% من حجم الإنفاق الكل للإسراء هذه ازدادة سلع و سلع وخدمات هذه ازدادة أسعارها ضعف وضعفين وثلاثة ضعف واربع ضعف طيب والمواطن نزلت مواردة وخفضتوا يعني خفضتوا سعر الدينار مقابل الدولار وبالتالي أفقدتوا المواطن القدرة على الشراء وبلد مستورد وبالتالي العراق في كارثة والغلاء فيك والغلاء يرتفع والناس ستنفجر والانفجار قادم لا محال هذه ثورة الفقراء ثورة الجياع ثورة المحرومين قادمة لا مجال لها هذا وضع العراق وهذه صورة من صور الكارثة التي حلت في العراق منذ عام 2003 إلى الآن هذا هو العراق الذي يقولنا عنه ديمقراطي وحرم وزدهر أترككم بخير أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة النفعة على ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة